اشتركوا في القناة يوم من ايام السنة عندما تنتهي السنة وتبدأ سنة جديدة يقدمون خطاباً او تهنئة لشعوبهم يتحدثون فيها ربما عن وعود ربما عن تمنيات كعادتهم مثل ما اقول قدم مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي ايضاً يعني في تغريدة صغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتحديد على تويتر قدم تهنئة للعراقيين وتحتاج هذه التهنئة الى وقفة وحديث عن النقاط التي وردت فيها لكن قبل ذلك علي ان اقرأ لكم هذه الربما البعض منكم لم يقرأها ولم يسمع بها قال يعني مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي للعراقيين في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 قال ما يلي كل عام واهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير اتمنى السلام لشعبنا وللعالم تحملنا المسؤولية واجتزنا معا التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي تحدث عن 2020 اجتاز التحديات والاستحقاقات الكبرى طيب وسنواصل مسيرة التنمية والبناء واعيد هذه مرة اخرى وسنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن الى بر الامان موحدا معافا شعبنا يستحق اصلاحا يليق وبتضحياته هذه هي التغريدة سنتوقف عنده بداية عنده كلمة سنواصل مسيرة التنمية والبناء يعني السؤال اللي يطرح نفسه هو عد كل العراقيين ليس فقط عندي ايضا يعني عد كل العراقيين هل يمكن ان يدلنا الكاظمي على مفردة واحدة فقط من مفردات مسيرة البناء والتنمية مسيرة التنمية والبناء اللي يعني يواصل مسيرتها هو وجماعته من وزراء وحكومة ونظام سياسي يدلنا على مفردة واحدة فقط ليس كل المفردات مفردة واحدة فقط من هذه المسيرة للتنمية والتنمية والبناء اي مسيرة واي تنمية واي بناء يعني وزارة التخطيط تقول يعني اذا كان الكاظمي لا يدري فتلك مصيبة وان كان يدري فالمصيبة عظمه وهو يدري في كل الاحوال ويعرف هو جزء من هذه المنظومة الخاربة وهو يضلل بهذا الكلام وسأقول لكم لماذا يضلل وزارة التخطيط وزارة التخطيط نفسها وزير التخطيط التابع له احد وزراء وزير التخطيط يقول ان نسبة الفقر في العراق بلغت 32% عام 2020 خلال العام الماضي 2020 32% فقر ولجنة العمل في البرلمان الحالي تقول ان 40% من العراقيين تحت خط الفقر يعني اكثر من 14 مليون عراقي يأكلون من المزابل يتحدث الكاظمي عن مسيرة البناء والتنمية التي تنظي وسيكملها يعني سيواصل هذه المسيرة اي تنمية واي بناء والعراق هذا وضع الشعب العراقي الفقر تقول وزارة التخطيط 32% الفقر طبعا اكثر من هذا بالكثير لكن هي تقول 32% وهي من مصلحتها ان تخفض هذه النسبة بكثير يعني لا تقول الحقيقة وهم كعادتهم 32% يقولون ولجنة العمل في البرلمان العالي تقول 40% من العراقين تحت خط الفقر يأكلون من المزابل البطالة ارتفعت بنسبة اكثر من يعني بنسبة تتجاوز ملايين يعني هناك اكثر من 7 الى 8 ملايين عاطل عن العمل من من هم مؤهلين اساسا للعمل هذه واحدة من من مفردات اللي يتجاهلها الكاظمي ويقول عن مسيرة البناء والتنمية الأعداد طبعا طبعا عداد العاطل هنا ستتزايد وبدأت تتزايد مع مع تخفيض سعر الدنار العراقي وارتفاع سعر الدولار ودخول الاقتصاد العراقي هو اساسا بدون سياسة اقتصادية العراقي يعيش بدون سياسة اقتصادية لكن مع دخوله الى فترة الكساد ستتضاعف هذه الى اعداد اضعاف مضاعفة من البطالة لانه حتى المشاريع الخاصة ستضطر الى الاستغناء عن العاملين فيها وبالتالي ستزداد البطالة الخدمات غير موجودة مستشفيات غير موجودة لم نبني مستشفى واحدة لم نقدم خدمات الامن غير مفقود مدارس نحتاج الى 12 الف مدرسة هذه باعتراف الحكومة نفسه حكومته نحتاج الى اكثر من 12 الف مدرسة لم نبني جامعة واحدة لم نبني مدرسة واحدة لم نبني مستشفى كل المستشفيات بنيت قبل 2003 هذا باعترافهم وليس الكلام من عندي التعليم في اسوأ حالاته الشوارع لم نبني شارعا واحدة لم نعمر شيئا يعني ما هو اوجه التنمية يعني الحقيقة الرواتب طبعا نوفرها بالقروض نؤمن الرواتب بالقروض لانه يعني حتى اخر شهر هذا اللي تحدثت عنه سومو يعني الشركة التي تصدر النفط العراق قالت صدرنا وعن طريق وزارة النفط صدرنا هالقد برمي النفط وبالتالي الواردات اربعة مليار وكذا لكن مع ذلك محتاجون الى ستة مليار فقط للرواتب لذلك سيستدينون والبطالة مستمرة والاختيالات مستمرة في العراق الامن المفقود الميليشياتية المسيطرة على الشارع حتى على مستوى يعني الجرائم التي تسميها وزارة الداخلية الحالية القتل الجنائي العراق الآن يتبوأ المركز الأول عربيا فيما يسمى بالجرائم الجنائية بنسبة دعش ونصف بالمية زيادة هذه السنة اللي فاتت اللي يقصدها مصطفى الكاظمي انه تنمية وبناء مستدام يعني يقول الوزارة الداخلية تقول في بيان لها وصلت حالات القتل الى هذه الجنائية اللي يسموها الى اكثر من اربعة تلاف وسبعمائة حالة في عام الفين وعشرين طيب وين التنمية وين البناء وانت اعداد القتلى بهذا الشكل رئيس الجمهورية الحالي برحم صالح يقول ان العملية السياسية النظام السياسي كله فاشل وسقط وثبت انه فاشل ومنظومة السياسيين هؤلاء لا يراعون الشعب ومالتهين في صراعاتهم الطائفية سيادة غير موجودة المواطن بات محروما من كل حقوق هكذا يتحدث رئيس الجمهورية اللي هو واحد من هذه المنظومة السياسية فساد العراق في قوائم الشفافية العالمية يحتل المرتبة 162 في عام الفين وعشرين يعني من بين العشر دول الأكثر فسادة في العالم وتحدث الكاظمي عن مسيرة البناء والتنمية المنظومة الأمنية متعددة الولاءات الكثير من عدها ولااءات الخارج وخاصة لإيران ديون العراق بلغت أكثر من 200 مليار هم يتحدثون عن 160 مليار لكن الرقم أكبر من هذا كثير من المنظمات الدولية تحدث عن أكثر من 220 مليار دولار طيب موازنة العام القادم اللي قدموها بها عجز 59 مليار دولار طيب وين اللجنة لجنة اسمها يعني في البرلمان الحالي لجنة اسمها مراقبة البرنامج الحكومي قدمت تقريرا قالت فيه نسبة الفشل في برنامج الحكومة الحالية 82% تحدث عن حكومة الكاظمي 82% طيب العملية السياسية ثبتت فشلها الكبير رئيس الجمهورية يقول لا توجد لدينا حكومة على أرض الواقع يقول هكذا لا توجد هيبة للدولة نتائج التحقيقات في مقتل المتظاهرين غير موجودة فأين هي مسيرة التنمية والبناء التي يقصدها الكاظمي هذه حقيقة كذبة كبيرة وهل في النهاية كان يقول يعني شعبنا يستحق إصلاح أن يليقوا تضحيهات أي إصلاح هل هذه العملية السياسية أصباطع السنة من الخراب والدمار بهذه الوجوه الكالحة بهذه الأحزاب الرثة بهذا الفساد بهذا الخراب يمكن أن تصلح هذه كذبة كبيرة حتى في التهنية يكذبون على العراقيين مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة